بتبسأل جيمي على قوة وسط ملعب النادي الاهلي في وجود ينجوا تحسن اداءه طبعا روعت مرورة عطية منذ انضمامه للنادي الاهلي بس تحديدا حمد فتحي وادواره الكثيرة المعقدة لدرجة ان انت كل ملكورة في مكان في الملعب لازم تشوف حمد فتحي ودام في منطقة الجزاء بتاعة الخسم او المنافس تلاقي حمد فتحي على اليمين تلاقي حمد فتحي الشماء تلاقي حمد فتحي قريم السنتر باكس بتاع النادي الاهلي في كل مكان حمد فتحي الاغرب من كده انا انا بفرج على المطش بشتغل المطش قبل ما ايجي يعني للوهلة الاولى الكاميرا عاملة زوم اوت فانا مش عارف مين اللي فاتحنا حتى الشمال ده يعني انا متوقع الطبيعي الكاميرا بعيدة فانا مش شايف المورفولوجي بتاعليه مش باين مين فانا الطبيعي في المكان ده بحمر عبقاتر مش حد تاني او او على المعلول ده الطبيعي وبعدين لقيت ان في اول كورة طب ما ديجي نشوف اتعاملت من مروانة اعطيها بالخارجي في مساحها هتيجي هتيجي بص الاول هنا انا اقف عند النقطة قبل اروح لحمدها كريم بس اول ما اول ما علي استلم اول ما علي استلم كمل كمل اول ما علي استلم بس وقف هنا النهاردة دور جديد مهم جدا بيعملوا كولر للمرة الاولى كولر عمل حاجتين النهاردة للمرة الاولى الحاجة الاولانية دخول علي معلول في الشوط الاول للعمق علي معلول بتواجد في المنطقة دي يا كريم تمام مرات الشوط الانية تمام مرات شوط الانية بتواجد في في منطقة مركز 8 وصناعة اللعب ليه علشان هو سايب العيد تاني هو اللي موجود على الخط سواء حمدي او عبد القادر وعلشان علي اخر المنطقة دي سواء في العمق او لبرى الشوط التاني ناس كماز تسأله ويئن اللي بيودي هاني وسط الملعب هو بيعمل نفس التكليف اللي كانوا اخدوا معلول للشوط الاولاني بقى هاني هو اللي بيدخل بقى بيتواجد في نفس المنطقة دي هو اللي بيعمل عملية التغطية بعد خروج مروان عطية وبقى الناحية الشمال هو اللي موجود عليها تعالى بقى نشوف مين اللي موجود ناحية الشمال يلا فدي الاستلامة الاولانية مين اللي استلامها عالي معلول هو اللي موجود في القلب واللعاب اللي موجود مكانه هنشوف الكرة تروح لمين دلوقتي كمل 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 يلا يلا هنا الكرة ترجع دي تاني مكان تواجد علي معلول علي مش موجود على الطرف علي مش موجود الخط. انا ليه بدأت بعلي? علشان هي مبني على علي. وبعدين هقولك حمدي بيعمل ايه? يلا بين. يلا كمل كمل. شغل الفريم اللي بعده. علي. كرة هتروح بعديها. اهو. 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 كمل. كمل. بس. وقف هنا. وقف هنا. وقف هنا. ده مين يا كريم? فين? مركز الجناح الشمال. مركز الجناح الشمال. ما فيهاش بقى له هو داخل بكمل. طب يمكن حصلت مرة بالصدفة. الرجل كمل بقى الكمل اللي على عدلتها. وبعدين نعت اللعبة اللي بعدها. يمكن حصلت مرة بالصدفة. دي كانت في الشوط الاول. فين? في مركز الجناح الشمال. طبعت اللي بعدها. يلا. اهي. اهي. دي اللي كانت تتكلم عليها كابتن. اه محمد عبدالله. بوش رجل خارجي ليه? مروان. دغل ضغط. مين اللي موجود نحت الجناح الشمال? حمدي فاتحي. وبمنتهى البساطة الرجل. يعني انا بالتاني. انا لما لما عمل لما عمل الكسر الجوة دي تاني. انا كتفكره فكره فكره احمد عبدالله. مش ده مش حمدي فاتحي خالص. انا بالنسبة لي التطور ده حمدي فاتحي. طبعا سوبر. سوبر. افضل لاعب في النادي الاهل الدور التاني مع مارسل كولر بلا شك. هو هو هو. هو عنده الاستجابة. ايوة. بس بصراحة. اه. ده شغل الرجل. لان ده الشغل. شغل مارسل كولر. ده المفروض. اللي هيش نبدون الشفتات. بين التمانية وبين الهاب. ايوة. وما بالك بقى لو التمانية قريب للهاب. بمعنى لو طريقة اللعب قريبة. يعني لو حمدي مسلا عنده ايه? حتة الدريبل. السرعة. اه. فرق على نادي الاهل بقى في حتة تانية. نفس الحالد يونج. اللي بيلعب تمانية بالاخص. صح. اي فرقة في العالم. عندها تمانيتين. قريبين من الهابين. دول بيكسروا الدينة. ايس على ذلك مسلا الستي في الاوينة الاخيرة. لما كان بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة. قبل ما يدخل دوبروين عشرة. برافا دي. مكسرين الدنيا. اه. لو انت متخيلفة. ده بصراحة. شغل مستر كولر. حاجة محترمة. الشفتات اللي بتحصل دي. وضع طبيعي. ان الحمدي بقى برة. هتلاقي من اللي مكانه. هتلعب قادر. وضع طبيعي. ان الاتنين لما بيزيدوا هو من اللي بيقفل قلب المرعب. علي معلول. ده ده دوره. لها توليف المراكز. مين بقى جوه? مين برة? بس اهم اهم حاجة كل واحد بيلعب في الحتة بتاعتها. وعلشان توصل بقى لدي. اه. ده شغل كتير اه. اه طبعا. شغل تحفيز. لا كل التحركات دي تحركات اوتوماتيك كلها بتتحرك. حمدي بيطلع في الوينج عب قادر بيدخل انسايد. بيبقى تحت يوم علي معلول. بيرجع الاتنين بيبقوا على الطرف زي اللقط اللي جبناهم. يبقى حمدي وعبدال موجودين على الطرف عالي معلول موجود. انسايد موجود في وسط الملعب. انت بتتكلم على شغل وتحفيز كتير جدا. علشان تعمل كل المهندي. تحفيز. وهقف عند حمدي فاتحي. تاني. النهاردة بتكلم على سوبر ادوارك. انا بنتكلم على لعيب كان كل دوره. لعيب مركز ستة. وبيعمل شوية اختراقات مع مارس الكولر. الراجل ده بينزل يعمل واجبات التغطية على الظاهرين. سوى بيلعب شمال او يمين. الراجل ده كان بيلعب وقت من الوقات مع بيتسوم الشمالي في مركز الليبري وفي قلب الدفاع. النهاردة الراجل بيلعب وينج شمال صريح طول الوقت. والاغرب وما شاء الله. لازم اقول ما شاء الله يعني. ان الراجل بيطلع يبقى هو اعلى واحد في خط الضغط بتاع النادي الاهلي فوق ناحية الشمال. وهو اللاعب اللي بينزل يعمل البروك تحتها على الثامنطاشر. وجبناها في اكتر من الحالة في ماتشل ترجي. ووركريت ما شاء الله مر عب لحمد فاتحي. وده موجود في بعض النماذج. عندهم موركريت ممتاز. لكن لما يكون عندك جودة في كل هذه الادوار. تحية كبيرة. الحمد فاتحي. صحيح. العب يستحق كل شيء جيد.